اشتركوا في القناة تشوف الكوز كان ايه وايه هي اجاباته الصحيحة مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن خمس اسئلة تصويب ما بين القوسين وانتعرفين الاسئلة بتاعتنا مستوها مرتفع قليلا فممكن تجلنا تركات في الامتحانات فياريت الكل يركز معايا واحنا بنجاوب دلوقتي اللي جاوب على المسابقة يركز واللي مجاوبش برضو يركز عشان يستفيد معانا يمكنك ان تختار space of those two presents which one do you prefer اي واحدة منهم بتفضلها يا اما دي يا اما دي يبقى كانت choose either of those two presents which of the two books is better اي من الكتابين كتابين يبقى فيه comparative هنا صيغة مقارنة يبقى better من good sorry i like space the red shirt nor the blue one i like طبعا هنا في عندي نور النحيادي يبقى neither 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 ولا الاميس الاحمر ولا الاميس الازرق خلي بالك neither دايما مرتبطة بكلمة نور they were not very happy هما كانوش سعداء بالمايكرويف بالمايكرويف يبقى happy with the microwave يبقى سعيد بحاجة هو اشترها يبقى happy with he وقعب لي took a complaint because the laptop was damaged طبعا he made a complaint احنا عارفين انه make a complaint يعني يقدم شكوى الماضي منها made a complaint بنبارك لكل ابطالنا وابطال القناة اللي قدروا ان هما يجاوبوا عن الخمس اسئلة معا تعالوا مع بعض ندخل لوحة الشرف للقناة ونبدأ بتكرمهم هنبدأ باول طالبة او طالب قام بالتعليق باليجابة الصحيحة محمد منصور السيد الفيوم نور واقل الشرقية اسماعيل كاظم اسماعيل صهاج بيم عز الدين محمد علي الشرقية اه ياسر محمد صهاج ياسمين احمد فكري مزاتا صهاج محمد علاء ماهر المنوفية ملك حفني اسيوت كنزي علي عمر الجيزة مارتينا هاني السويس نور الله هاني الفيوم معاذ محمد عليبة كفر الشيخ شيماء سامي سليمان كفر الشيخ نور المنصورة محمد شادي الشريف ابو حمص احمد صبحي ناجي محمد شاهد جمعة عوض برج العرب محمد سراج الدين عبدالله زين رجب زاوية نعيم ابو حمص ابراهيم حسن عبد الرب بنها القليوبية كيرلس رزق زكي احمد محمد جابر ابو حمص زاوية نعيم يوسف محمد جندي عدقه ليا الف الف مبروك لك واحبتنا ودعوتنا لك يا رب بدوام التفوق بإذن الله فيديو النهاردة يا حباتي هو فيديو هام للصف الثالث الاعدادي هو عبارة عن امتحان على الوحدة الاولى والتانية امتحان كامل ومطابق الاحدث المواصفات هنحلوا مع بعض على الوحدة الاولى والتانية ما تنسوش هسيبلكو اسفل الفيديو في صندوق الوصف جميع فيديوهات الصف الثالث الاعدادي اللي حابب ان هو يطلع عليها ان شاء الله استنونا كل يوم اتنين مع فيديو الصف الثالث الاعدادي معلش انا الفيديو ده اتأخر شوية لظروف خارج عن قرطي ان شاء الله كل يوم اتنين انتظرونا في فيديو خاص بالصف الثالث الاعدادي بإذن الله واتمنى تفضلوا معنا لنهاية الفيديو نجاوب مع بعض الامتحان ونستفيد من الاسئلة نحن لها مع بعض كمان علشان تجاوبوا عن الكوز اللي موجود في نهاية الفيديو ده وما تنسوش اخواتنا الفلسطينيين من دعاكم ندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يثبتهم وينصرهم ويسدد رميهم يا رب العالمين نبدأ مع بعض على بركة الله اول سؤال عندنا هو سؤال الديالوج هنفكر مع بعض في الاجابة تمام والطريقة الجديدة بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليها وشفنا ان هي انت الحمد لله ناجحة الى حد ما ايه هي الطريقة دي يا شباب هي طريقة التقييم الزاتي يعني كل واحد فينا او واحدة في الاول انا هستعرض الامتحان كله اولا بدون حل وبعد ما حضرتك او حضرتك تخلصوا حل هبدأ انا في حل الامتحان معاكم جزئية جزئية وتقرنوا اجابتكم باجاباتي وتدوا لنفسكم درجات في نهاية الاختبار ولو اللي قدر الله في اخطاء نحاول نتجنبها في المستقبل تمام ده نوع من انواع التقييم الزاتي يعني انا دلوقتي هسيب لكم كل صفحة لمدة خمستاشر سانية وحضرتك او حضرتك هتطلعوا وراء او قلم وتبدأوا تكتبوا الاجابات يعني ده السؤال الاول اللي هو هنكتب نومبر وان اجابتها مش هنكتب الحوار كله هنكتب بس رقم السؤال والاجابة بتاعته رقم السؤال والاجابة بتاعته تمام في كل الاسئلة كده لحد ما نخلص خالص لحد سؤال البراجراف هبدأ انا في حل الامتحان معاكم جزئية جزئية شباب وبالتوفيق لكم ابدأوا يلا في الحل هسيب لكم كل صفحة زي ما قلت لمدة خمستاشر سانية بعد ما تخلصوا ان شاء الله هبدأ انا في حل الامتحان معاكم الصفحة التالية فيها السؤال ده اللي هو قطعة وفيها اربع فراغات والمفروض جايب لي ست كلمات فوق ام لا الاربع فراغات منهم الصفحة التالية فيها سؤال القطعة قطعة وعليها بعض الاسئلة نرى القطعة كويس ولو في عندنا كلمات مش واضحة ندور عليها ونتعب عليها وندور على معانيها يا شباب ان شاء الله هبدأ انا في حل الامتحان معاكم بعد قليل بعد ما تخلصوا حل الامتحان هبدأ انا في حل الامتحان معاكم الصفحة التالية فيها بقية اسئلة قطعة الفهم وكمان فيها 3 أسئلة من أسئلة اختيار من متعدد الصفحة التالية فيها بقية أسئلة الاختيار من متعدد عندنا 6 أسئلة اختيار من متعدد ياريت تكتبولنا جبتوا كام إجابة صحيحة بعدما تخلصوا إن شاء الله حل وتقرنوا إجاباتكم بإجاباتي تكتبولنا من ال 6 أسئلة جوابتوا كام سؤال إجابة صحيحة كمان فيه عندنا سؤال الجرامر اللي هو تصويب ما بين القوسين عندنا خمس أسئلة يا ريت تعرفوني جبتوا كام إجابة صحيحة من الخمس أسئلة وانتظرونا بعد ثواني معدودة إن شاء الله نبدأ مع بعض في حال الامتحان الصفحة التالية فيها سؤال البراجراف وده آخر سؤال عندنا عايزيننا نكتب 110 كلمة عن review مراجعة نخضية or visit to an interesting place زيارة إلى أو مراجعة عن زيارة إلى مكان شيق إحنا روحنا ودلوقتي نبدأ في حال الامتحان مع بعض نستنى إن شاء الله درجاتكم زي ما أنا قلت في التعليقات ولو في عندكم أي أسئلة أنا برحب بها في التعليقات يا شباب نبدأ مع بعض أول سؤال على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طاها is talking to خالد طاها بيتكلم مع خالد طاها بيقوله where are you going أين أنت زهب فيقوله I am going to المكان الفلاني قاله the train station برافو السامع ناس بتقول I am going to the train station أنا ذهب إلى محطة القطار فبيقوله why ليه رايح هناك فيقوله علشان كذا كذا فبيقوله كذا قاله my uncle is coming from Luxor عمي جاي من الأسر يبقى أكيد عشان أقابل عمي هنا في رقم اثنين but to meet my uncle سأله سؤال فعله my uncle is coming from Luxor عمي جاي من الأسر يبقى من فين هو جاي أين يعني إيه برافو عليك where بعد الفعل المساعدة هو is your uncle حول my uncle إلى your uncle coming from يبقى where is your uncle coming from خلي بالك لازم أحط where أداة استفاهم فعل مساعد is your uncle الفاعل حولت my إلى your دايما في السؤال بحول my إلى your طيب coming ما بترجعش الفعل المصدره خلي بالك is ما بترجعش الفعل المصدره طيب سأل سؤال تاني فقاله the train arrives القطار سيصل في المحطة 9-4 ونص يبقى ماتا سيصل when والفعل المساعد برافو سامع واحد يقول does علشان الجملة تحت arrives يبقى when does the train الفاعل arrive when does the train arrive can I come with you ممكن أجي معاك فهقول له yes you can أو yes sure أو حتى yes of course لو إحنا شايفين إن في إجابات تانية تنفع غير الإجابات اللي أنا بحل لها دلوقتي يريد تكتبوها لي في التعليقات يا شباب السؤال اللي بعد كده هو سؤال القطعة وعليها بعض الأسئلة hi i am sultan i am very excited because we are going to travel to new york space a plane نحن سنسافر إلى نيويورك بالطائرة سامع ناس بتقول buy لا مش هينفع buy هنا يا شباب ليه علشان فيه أداة النكرة عااة تمام؟ لو ما فيش عاة كمğini أقولنا buy plane على طول فهنختار on هنا رقم وان my s sonster is going to space lots of shopping أختي هتقوم ببعض العام التسوق تقوم بالتسوق lots svr But I don't like shopping i am going to visit famous أنا سأزور bravo buildings سأزور مباني مشهورة and i am going to space lots of pictures سمع الناس يتجوّب معي سيّاة جاءوا إلى مصر من مئات السنين لكي يروا العجائب العالم القديم مثل الهرامات، تمبلز المعابد وآثار أخرى إنها تجربة رائعة لهم سيّاة جاءوا أيضاً ليمروا بتجربة العالم الطبيعي المزهل مثل السحراء، السحراء والبحر الأحمر هناك الكثير من الانشطة يوجد الكثير من الانشطة يقوم بها في البحر الأحمر بعض الناس تحب الاسترخاء على السحراء بينما الآخرون يحبّوا يعملوا حاجة أكثر إثارة مثل الغوز الغوز كانوا يقوم بمصر عشان يقوموا في البحر الأحمر من الوقت دهب، مدينة دهب، كانت مدينة أو وجهة مشهورة، وجهة مشهورة منذ 1960 هذا بسبب أن المياه اندهب في دهب هي الأفضل في العالم من أجل الغوز هناك يوجد شعاب مرجانية جميلة، ويوجد بعض الحيوانات البحرية المزهلة مثل الغوز زي الأطم، والسمكة الأسد يجب أن نشجع، ونحيي أو نرحب بالسياح لكي يزولوا مصر في المستقبل سؤال الأول، طبعا سؤالة اختبار متعدد These are activities that people can do by the red sea تمام، هتبقى رقم الإجابة رقم C هي الإجابة الصحيحة Relaxing on the beach and snorkeling هي الأنشطة اللي الناس بتقوم بها موجودة هنا يا جماعة هتلاقوها في الحتة دي دهب أصبحت وجهة مشهورة منذ 1960 سؤال الثالث في الاختيار ممتعدد عكس كلمة exciting مسير، عكسها بورينج ممل Why have tourists come to Egypt for hundreds of years ليه السياح جاءوا إلى مصر مئات السنين كان بيقول ليه المئات السنين تعال نشوف كده To see the wonders of ancient world To see the wonders of ancient world summarize the first paragraph of the text in two lines نرخص الجزء الأولين في سطرين هنقول توريستيس come to Egypt because it's a beautiful tourist attraction اللي السياح بيقول مصر لأنها وجهة سياحية جميلة Do you think هل تعتقد أن في مور توريست السياح أكثر Will visit Egypt in the future؟ هيزوروا مصر في المستقبل؟ أيوة تمام، ليه؟ علشان خاطر يستمتعوا أو علشان خاطر أن في منومنتس كتير فيها Yes because it has a lot of monuments الكثير من الآثار and ruins والبقايا الأطلال سؤال الاختوار متعدد عندنا ستة أسئلة You can use a أو an space to find when a train or bus leaves أيوة نستخدم time table اللي هو جدول المواعيد لنجد أمتى الآثرة يغادر The antonym عكس كلمة leave Leave معناها يغادر عكسها arrive يصل اللحظ معي antonym يعني العكس وعكسها كلمة synonym المرادف comfortable هي جتلنا synonym يعني المرادف بتاع comfortable أيوة relaxing تمام comfortable مريح relaxing مريح بنضيف الصوفيكس a عشان ندي العكس من كلمة happy unhappy صح؟ بنضيف الصوفيكس a لword interesting عشان نخليها صفة نحط لها ing تبقى a تبقى interesting عشان تبقى صفة ممكن ed برضو You can get either a free speaker or get a free filmist deal with that one The word free means أيوة without money بدون فلوس تصويب ما بين القوسين Both of the children كلا من الاطفال طبعا هنا both دايما بيجي بعدها اسم جمع ثم فعل جمع يبقى شيل منه الاس خلي بالك من النقطة دي My brother not take the early train as it's slow دي جملة مدارع بسيطة عادية خلص ما بيستقلش القطار البدري لانه بطيء يبقى doesn't take نفي المدارع لجبنا مدارع جماعة لان دي حالة ثابتة لاخوية حالة ثابتة لا تتغير حقيقة It's إنه من جايب لي than طالما جايب than هنا يبقى هجيب المقارنة من جد يلا فكروني كده لان دي من المقارنات الشازة إنه من الأفضل إنك تشتري ملابس من المحلات أفضل من الانلاين Neither فهد بيجي معها إيه تمام nor ولا فهد ولا أحمد بيقدروا يسبحوا I have tennis lessons at the sport center تمام at حرف الجر at هنا لإني في عندي وقت محدد 9 am الساعة 9 صباحا بيتاخد حرف الجر at آخر السؤال عندنا هو سؤال الparagraph عايزني أكتب review زي ما أنا قلت مراجعة نقضية عن زيارة إلى مكان شيق انت زرته هو ده الparagraph المقترح ليكو ياريت نقرأه كويس جدا لو عندنا أي كلمات صعبة علينا ياريت تكتبوها لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكو في التعليقات هو ده الparagraph مش عايز أطول عليكو آآ نكتبه عندنا ونحفظه المانع إن إحنا نحفظه لو في كلمات جديدة زي ما أنا بقول نحاول نكتبها بكده نكون خلصنا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم للفيديو دعمي لنا ودعمي للقناة وندخل مع بعض على الكوز بتاعنا اللي أنا عارف إن في ناس مستنيها today's quiz هو عبارة عن سؤال جديد بالنسبة لنا سؤال القطعة وفيها فراغات وعليها ست كلمات ياريت تكتبو لي number one إجابتها ايه two three four ومستني إن شاء الله إجابتكم في التعليقات ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها وانتم بتجاوبوا وانتظرونا يوم الاثنين القادم مع التكريم وحتى حينها أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة